الحصات من قناة الفلوج يدد بنزح شركات نفطية دولية أحباط صفقات لتوسيع النفوذ النفطي الصيني في الحقول العرقية الخدمات النيابية تبدأ مهامها بتحذير الدوائر الخدمية أي مسؤول يقصر في أداء واجبه سيكون حسابه عسيرا إنعاش المصانع متوقف على 135 مليار دينار الوزارة تؤكد ممنوعون من التصرف بها بزيادة تجاوزت السبعين بالمئة السرطان يستعر في ديالة وعشرة أطفال يراجعون عياداته يوميا البداية نيابيا حيث رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم إلى الأربعاء المقبل وذلك بعد إنهاء القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية إضافة إلى أداء اليمين الدستورية لبعض أعضاء المجلس هذا وذكرت دائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها أن جلسة اليوم شهدت أيضا للتصويت بالأغلبية المطلقة على إقالة محافظ صلاح الدين وتأدية اليمين الدستورية للنائب مقدام الجبيلي بدلا عن مشعان الجبوري فضلا عن مناقشة ملفات أخرى كانت ضمن جدوى الأعمال الجلسة هذا ورحبت الأوساط الشعبية في محافظة صلاح الدين بتصويت مجلس النواب على إقالة محافظها مطالبين بمحاسبته على شبهات الفساد التي تحوم حوله مؤكدين أن فترته لم تشهد أي تنفيذ لوعوده فضلا عن عدم وجود أي تحسن في الواقع الخدمي نطالب زاحته إلى النزاهة كل ملفات الفساد والخراب الذي شفناه منه صار محافظة اليوم أي مشروع أي تقدم ما لقينا وأي شيء إيجابي على وضع الشارع ما موجود فنطالب لجنة النزاهة بحاسبته وتطبيق الإقالة بحذافيرها نطالب محاسبته لأنه بس وعود بوعود وما استفادنا كل شيء من المحافظة صلاح الدين استبشرنا خيرا اليوم بقرار مجلس النواب بإقالة محافظة صلاح الدين لا نطالب فقط بالإقالة بل نطالب بحالته إلى النزاهة وفتح ملفات حول المشاريع المتلكة في محافظة صلاح الدين من السلام المحافظة لحد الآن ما شفنا أي خير بالمحافظة ولا بقضيتنا أقضيتنا مثل ما هي لا بل أسوأ اليوم نطالب قدوم محافظة جديد يخدم المحافظة يخدم جميع الأقضية دون تمييز قضاء عن قضاء آخر نحن هذا القرار كنا ننتظر من زمان نحن اليوم محافظة صلاح الدين دائماً دايجين المحافظ ينظروا بعين مختلفة لكل قضاء اليوم نطالب الحكومة بتوكيل محافظ أولاً نزيه ثانياً ينظر للأقضية وكلها بعين وحدة بحيث لا يوجد فرق بين قضاء أو قضاء إلى ذلك أكدت اللجنة المالية نيابية أن المقترح الجديد لقانون الأمن الغذائي الذي تقدمت به اللجنة المالية لاقى انسجاماً من الكتل السياسية تحت قبة البلمان اللجنة أضافت في بيان أن جداول المبالغ التي حددت في الصياغة الأولى التي أضافتها لا تتجاوز 25 تريليون دينار وتشمل الأمن الغذائي والفقر وغيرها وأكدت أن المقترح الجديد للقانون ليس بديلاً عن الموازنة إلا أن هناك حاجة ملحة لتمريره في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في شأن متصل جددت المحكمة الاتحادية العليا حديثها بخصوص مفهوم حكومة تصريف الأعمال جاء ذلك بناء على استفسار لرئيس الجمهورية برهم صالح حيث طالب صالح ببيان صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ القرارات وتأمين التخصيصات المالية لتوفير المستزمات الحياتية اليومية والخدمات الأساسية للمواطنين المحكمة الاتحادية أكدت أنه وفقاً للمادة الرابعة وستين أولاً وثانياً وثامناً من الدستور العراقي فإن حكومة تصريف الأعمال تواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وأيضاً ديمومة واستمرار تقديم الخدمات للشعب مشيرة إلى أن ذلك يمثل الغذاء والدواء ويشمل أقول الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وأيضاً يشمل توفير الأمن بكافة جوانبه كما بيّنت أن تصريف الأعمال لا تدخل ضمنه القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية ولا يدخل ذلك ضمنه اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر من جانبها أشارت النائبة عن الكتلة الصدرية مهى الدوري أشارت إلى أن المنظمات الدولية نصت على أن الأمن الغذائي هو توفير الغذاء اللازم في الأوقات كافة مشيرة إلى أن الشعب العراقي بأمس الحاجة إلى هذا القانون في ظل الظروف الحالية خلونا نترك كل التفسيرات وكل التأويلات وخلونا نتمسك بتفسيرات منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية أو لجنة الأمن الغذائي العالمي باختصار شديد ومفيد الأمن الغذائي ما هو؟ هو توفير الغذاء الكافي في كافة الأوقات طيب توفير الغذاء الكافي في كافة الأوقات هذا رح يضر كل واحد لو رح يفيد كل واحد أكيد سوف يفيد الجميع سوف يفيد الجميع فسوف يفيد الشعب العراقي ووسط مخاوف عدم الأمن الغذائي وأزمة الحنطة التي ترافق دولا عدة بينها العراق انطلق فصل جديد من الحرائق التي تطال الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد مصادر محلية نشرت إلى تعرض أراضي زراعية في قضاء داقوخ جنوب محافظة كاركوك لحريقية التهمة التهمة أقول ما يقارب خمسين دونما قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده وأيضا منع امتداده إلى أراضي مجاورة أكد إلى ذلك كدى مدير عام دائرة الرقابة التجارية في وزارة التجارة مالك عبدالله أكد إصدار قرار حكومي يمنع نقل الحنطة بين المحافظات من أجل منع تهريبها كما أشار في سياق حديثه إلى استمرار عملية متابعة الأسعار في عمو البلاد نتابع فيما يخص موضوع الطحين نحن الحمد لله الآن أسعار الطحين مستغرة في حدود 32 ألف وزارة التجارة مستمرة وملتزمة بتجهيز الطحين للمواطنين على مدار السنة إن شاء الله جولاتنا مستمرة أيضا نحن في وزارة التجارة عندنا فروح في كل المحافظات بالنسبة لتجارة الحبوب تصنيع الحبوب والدائرة الرقابة مستمرة بمتابعة موضوع الطحين وأيضا موضوع الأسعار عندنا لجان مشتركة مع جهات الجهاز العمن وطني وأيضا الجريمة المنظمة العراقية تتابع الأسعار وإن شاء الله مسيطرة على هذا الموضوع الموضوع الثاني اللي حضرتك طرحته موضوع التسوير التهريب الحنطة جزء من هذه اللجنة هي حضوية العمليات المشتركة ويانا اللي أركن صبر حقيقة وأعضاء في كل المحافظات صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع انتقال الحنطة بين المحافظات وبالتالي إن شاء الله سيتم السيطرة على منع تهريبها إن شاء الله إذن بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون الأمن الغذائي يعود البرلمان تشريع القانون وقراءته تمهيدا لتمريره نظرا لأهميته في تحسين واقع البلد تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير بعد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون الأمن الغذائي المرسل من الحكومة يعاود مجلس النواب تشريع القانون وقراءته لتمريره قانونيا لأهميته في تخصيص الأموال اللازمة لمعالجة المعرقلات التي تواجه الوزارات الخدمية وتنفيذ المشاريع المتوقفة بسبب عدم وجود سيولة المالية بحسب نواب هذا يعني بيه تخفيف عن معاناة الشعب العراقي نحن كبل لمانين واجبنا عندما نقرأ الفقرات سنعدل عليها وكيد نحن عندنا مصحة الشعب في فوق كل شيء الأزمة السياسية وخلافاتها حول تشكيل الحكومة واضحة على عدم تمرير هذا القانون الأمر الذي سينعكس سلبا على الشارع العراقي ويهدد باحتجاجات شعبية في ظل عدم وجود الموازنة وارتفاع نسب الفقر في البلاد ناهيك عن أزمة الكهرباء التي قد تحدث نتيجة عدم تزديد ديون الغاز لإيران الصراع السياسي له الدور الكبير في التأثير على هذا القانون لو لا الصراع السياسي لا كانت هناك لدينا متسع من الوقت لإقرار ميزانية عام 2022 سيوفر القانون سيولة للوزارات والمحافظات بمبلغ قدره 25 رليون دينار وسط دعوات للكتل السياسية بتجاوز الخلافات لإقرار هذا القانون من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضاي ينضم إلينا الخبير القانوني علي التميمي سيد علي مرحبا بك لغض كبير على قانون الأمن الغذائي هذا القانون للمرة الثانية يحاول البرلمان التصويت عليه وتمشيته هل سيتمكن من ذلك وفي حال تمكن ما هي الخطوة اللاحقة لتنفيذه أحييك بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أخي السادة محمد والسادة المشاهدين طبعا بالتأكيد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المشروع الأول الذي يقدم من الحكومة كان يتكون من عشرة مواد ومقتضب لكن اطلعت على المشروع الذي يقدم من البرلمان يتكون من 15 مادة هذا المشروع الثاني تدارك بعض النقاط التي كانت غفلة عنها المشروع الأول منها مسألة الرقابة على الأموال يعني من ضمن الانتقادات التي وجهت إلى هذا القانون من يراقب الأموال 35 تريليون دينار التي خصصت منها نسب 35% للبطاقة التموينية و35% للفلاحين وأخرى للفقراء والرعاية الاجتماعية طبعا حسنا فعل المشروع المشروع الثاني بأنه أوكلوا الرقابة إلى ديوار الرقابة المالية هذه اللقطة الأولى أيضا استاذ محمد هذا المشروع تعرف جنابك تفسير البحكة بالاتحادية الأخير 121 قبل ثلاثة أيام قال لا يجوز طبعا لحكومة تصريف الأمور اليومية أن ترسل مشروعات القوانين وطبعا أيضا التي بها جنبة مالية لا يمكن للبرلمان أن يشرحه في القرار 43 لسنة 2010 لكن هنا أتفق مع الأستاذة التي تحدثت الأستاذة مهد دوري أنه الضرورة والأمن الغذائي والمصلحة العامة وبما أنه البرلمان هو يمثل الشعب كل نائب مثل 100 ألف نسمة ووفق المادة 5 و6 و59 من الدستور أنه الشعب هو مصدر السلطات فإحنا عندنا برلمان منتخب فبالنتيجة هذا البرلمان هو يمثل الشعب فمن حقه أن يدافع عن الشعب بكل الوسائل التي يستطيحها وهذا يجعله قابل على أن يشرح هذا القانون وأن يبين الأسباب يعني أهم شيء في التشريع أستاذ محمد هي الأسباب الموجبة عندما تقول أنه تشريح هذا القانون كان للضرورة لحالة الفقر التي وصلت 35% للبطاقة التموينية المتهالكة لحالات الانتحار الكثيرة للطلاق الكثير بسبب الظرف المادي بسبب الحرب العالمية بين أوكرانيا وروسيا السؤال المطروح مقابل يعني هذه الإيجابيات التي ذكرتها في هذا القانون هو كيف يمكن أن يطبق هذا القانون بدون أن يذهب إلى الفاسدين أو ربما يتساءل المواطن الكثير من القوانين ومشاريع القوانين التي وضعت والكثير من الوعود التي من المفترض أن تنفذ لم تنفذ ذهبت الأموال وبقينا وبقي الشعب درجات الفقر فيه ترتفع بازديئات هذا مهم جدا جنابك تتحدث عن أولا الجهة الرقابية التي اقترحنا سابقا أن يكون ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وثانيا ما هو دور الحكومة في ذلك هل أنه هو القانون في المادة ثلاثة منه أستاذ محمد قال أنه 25% تكون رصيد يعني يرصد من مجموعة النفقات تفق قانون الإدارة المالية رقم 6 بنسبة 25 تريليون دينار و10% هي من الاقتراض الداخلي والخارجي لوزارة المالية طبعا هذه تعرف جنابك ديوان الرقابة المالية هو جهاز متحكم وجهاز نزيه وجهاز قادر على الرقابة بشكل كبير فهنا كيف تستطيع الحكومة أن تصرف وهي تصريف أمور يومية يعني لا تستطيع الحكومة الحالية أن تتصرف في المادة 80 من الدستور العراقي المتعلقة بالصرف وتقديم مشروعات القوانين هذه التي اضطرت البرلمان إلى أن يرجع إلى هذا الحل شوف استاذنا هذا الصرف الذي تتحدث عنه جنابك حتى لو كان به مشكلة من السلطة التنفيذية فالبرلمان يستطيع أن يسائل ديوان الرقابة المالية النزاهة تستطيع أن تسائل مواطن الصرف وليس بديل على فكرة عن الموازنة الموازنة منصص عليها بالمادة 62 من الدستور العفو استاذ عفو نحن نستفيد كثيرا منك سيد علي لكن تعرف بأن نشرة الأخبار وقتها قصير السؤال الذي وددت أن أفهمه من حضرتك كما ذكرت وتحدثت قبل قليل بأن المحكمة الاتحادية هي من أوقفت القانون السابق اليوم كيف يمكن لهذا القانون ولرقبته أن تنجو من سيف المحكمة الاتحادية هو لا يوجد قانون لا يمكن الطعن به على فكرة كل القوانين حتى القوانين النافذة وفق المادة 93 من الدستور لكن أستاذ محمد نقطة ربما تكون غفلت عن الجميع أن مشروع القانون غير ممكن أن يطعم به متى يتم الطعن عندما يتحول إلى قانون عندما ينشر في جريدة الوقاع العراقي يعني يكمل البرلمان كل الإجراءات قراءة أولى قراءة ثانية ثم بعد ذلك ينشر في الوقاع يصبح واجب التنفيذ عند إذن يمكن الطعن به لا يوجد قانون محصن من الطعن لكن كيف تستطيع أن تحصن القانون وأنت بينه فكي قرار المحكمة الاتحادية وحكومة تصريف الأمور اليومية وقرار محكمة سابق أيضاً ما يسمح للبرلمان أن يشرع القانون بها جنب مالية برأي الأسباب الموجبة للتشريع أستاذ محمد إذا ركز هذا البرلمان على الأسباب الموجبة للتشريع والأهداف لم أشاهد في مشروع القانون هذا الأهداف التي يبغيها كلما كانت الأهداف عظيمة تخص الشعب تريد أن تنقذ المجتمع وأن الشعب له السلطة وله السيادة وهو بصدر التشريع قل سينجو القانون برأيه لأنه الوقت حالي فيها البلد في حال نجى من هم الذين يحق لهم الطعن في هذا القانون هل هم النواب فقط باختصار لا سمحت لا كل ذي مصلحة كل ذي مصلحة المادة 93 من الدستور العراقي تقول الطعن أمام المحكمة الاتحادية لذوي الشعين ولكل ذي مصلحة يعني الذي يستطيع أن يطعم بالدرجة أولا هي الحكومة والحكومة هم يقولون أصبح تفاهم معها شكرا جزيلا لك كل ذي مصلحة يعني كل شخص شكرا جزيلا للخبر القانوني علي التميمي على هذه المداخلة إذن مشاهدين بنود وتفاصيل أخرى عن هذا القانون قانون الأمن الغذائي الجديد الذي يعتزم البرلمان التصويت عليه نتابعها مع الزميل عبد الرحمن النجر بعد أن جددت المحكمة الاتحادية التأكيد مرة أخرى أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تقديم مشاريع القوانين في إشارة لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية عالج البرلمان ذلك الإنسداد القانوني من خلال تقديم قانون جديد عنوانه دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر متلافيا إشكالية حكومة تصريف الأعمى القانون الجديد سيمول من حساب تنشئه وزارة المالية بقيمة 25 تريليون دينار ومصادر تمويله هي الأموال الفائضة عن إجمالي مبالغ النفقات المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية المعدة لعام 2019 بالإضافة إلى المنح والمساعدات الدولية والمحلية وأي مصادر أخرى ستخصص الأموال في القانون الجديد لمشروعات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإضافة إلى مشروعات المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي تكون ذات الأولوية المتوقفة والمتلكية بسبب عدم التمويل إلى جانب المشروعات التي لا تزيد تكلفة الواحد منها على 20 مليار دينار على أن تلتزم وزارة التخطيط بعدم تجاوز تكاريف المشاريع المذكورة في هذا القانون لم يغفل القانون الأوضاع الاقتصادية في قليم كردستان حيث تخصص 50% من واردات المنافذ الحديدية بما في ذلك المنافذ الموجودة في الأقليم أقليم كردستان لتقديم الخدمات للمحافظات وإنجاز المشاريع الاستثمارية أو المشاريع المستمرة كما ينص القانون على استمرار العمل بصندوق إعادة الأعمار للمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية وكذلك صندوق أعمار محافظة ديقار مع مراعاة الوضع الخاص لمحافظتي النجفي وكربلا وتجنبا لشبح الجوع وتردي الخدمات بل وربما الأمن يحاول البرلمان إيجاد منافذ قانونية لتشريع هذا القانون دون المرور بالحكومة التي ثبتت المحكمة الاتحادية عدم صلاحيتها لتقديم أي مشروع قانون للبرلمان كشفت وكالة رويترز عن إحباط وزارة النفط ثلاث صفقات محتملة العام الماضي كان من شأنها أن تمنح الشركات الصينية مزيدا من السيطرة على حقول العراق النفطية وقالت الوكالة نقلا عن مسؤولين عراقيين قالت إن الصفقات التي أحبطت كانت ستؤدي إلى نزوح شركات نفط دولية كبرى تريد بغداد لها أن تستثمر في اقتصادها المتعثر موضحة أي وكالة رويترز أن شركتين لوك أويل الروسية وإكسون موبايل الأمريكية النفطيتين خططت منذ بداية العام الماضي لبيع حصتهما لشركات نفط صينية هذا وبحثت هيئة النزاهة مع السفارة الأمريكية سبل تعاون وأيضا توثيق أواصر تواصل بين الطرفين وأيضا إمكانية تقديم المساعدة القانونية في مجال التحقيق في قضايا الفسادة الكبرى ذات البعد الدولي واسترداد المدانين والأصول المهربة محمد الهيئة دعت إلى تذليل المعوقات التي تفرضها قوانين بعض البلدان والتي تحول دون تمكن العراق من استرداد المدانين وأصوله المهربة ومنها ازدواج الجنسية فضلا عن دواع أخرى كاندماج تلك الأموال في اقتصاديات تلك البلدان مما يشكل عقبة تحول دون نجاح تلك الجهود من جانبها أبدت السفارة الأمريكية استعداد بلادها للتعاون مع العراق في مجال المساعدة القانونية لاسترداد المدانين والأموال المهربة مضحة أن التلك الذي قد يحصل في ملف الاسترداد مع العراق هو بسبب ضعف المعلومات وازدواج الجنسية وحصول المتهمين على الإقامة القانونية أثناء ذلك أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أنها لن تسمح لبعض الإرادات السياسية بتعطيل المشاريع الخدمية التي تخدم المواطنين مشيرة إلى وضعها أليات لتشريع قوانين جديدة ولمحاسبة المقصرين في الدوائر الخدمية لن نسمح هذه الإرادة المسغرة السياسية لمثل إرادة كل الكتل السياسية وكل السيدات وسادة لن نسمح من اليوم فساعدا بتدهور الخدمات للشعب العراقي وضعنا آليات وأولويات للتشريع القوانين لاستدافة المسؤولين لزيارات الميدانية للمحافظات العراقية جميعا متابعة المشاريع المتلكة محاسبة المقصرين اليوم شعب العراقي صوت لنا يطالب من عندنا نقدم لهم الخدمات ليس الخدمات بمعنى توفر المال لكن الخدمات بمعنى يجب أن يكون هناك إرادة وطنية قادرة على محاسبة المقصرين والمسؤولين المتلكئين والمشاريع المتلكة بدورها أكدت نائبة رئيس لجنة الخدمات النيابية عائشة المساري أكدتنا المرحلة المقبلة لن تشهد أي تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمة للمواطنين مؤكدة أن أي مسؤول سيقصر في أداء واجبه سيكون حسابه عسرا طبعا اللي خرجنا به في سبيل أنه نبين للشعب العراقي أنه بعد لا تهاون في سبيل لتقديم الخدمات للمواطنين وأيضا نحن في لجنة الخدمات والأعمار النيابية أقسمنا أنه أي شخص أي مسؤول يقصر في خدمة المواطنين سيكون عقابة عسير في غضونه ذلك أعلنت وزارة الكهرباء تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق إلا في منطقة الرشيد والمسيب بطاقة 400 كيفي ضمن محافظة بابل إلى عمل تخريبي متكرر ومتعمد بواسطة طلق الناري أدى إلى خروجه عن الخدمة وذكرت الوزارة في بيان لها أن ملكاتها الهندسية والفنية فيها شركة وصلت جهودها وبالتعاون مع القوى الأمنية الماسكة للأرض بالكشف على الخط وأيضا للمباشرة بأعمال الصيانة فوراً بغية إنجاز الأعمال وأيضاً إعادة الخط إلى الخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة ورغم تخصيصات لوزارة الصناعة فإن 83 معملاً تابعاً لها ما تزال معطلة بشكل كامل وهما تسبب بتراجع كبير في الإنتاج المحلي وأيضاً اعتماد السوق العراقي على البضائع المستوردة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نتابع في سيق هذا التقرير 83 معملاً تابعة لوزارة الصناعة معطلة بشكل تام عن العمل المعامل التي دخلت الخدمة خلال فترة حكومة الكاظم هي 13 فقط بينما تتراوح الأخرى بنسب إنجاز ضئيلة بحجة عدم وجود تخصيصات مالية هكذا يعز القائمون على هرم الوزارة عدد المعامل والمصانع عندنا المتوقفة بحدود 83 مصنع إعادة تشغيل 13 معمل 100% دخل للخدمة ويحقق إنتاج معمل واحد منهم عبر نسبة الإنجاز مالية 90% ثلاث معامل عبر نسبة الإنجاز منها 80% البقية دون 80% الأموال الأموال المخصصة لإعادة تأهيل المصانع المعطلة هي 27 مليار دينار فقط يحق للوزارة التصرف بها بينما المبلغ المسبب للتعطيل 135 مليار قد تم تخصيصه في موازنة 2021 بفقرات لم يتم تنفيذها حتى إعداد هذا التقرير ولا يحق للوزارة التصرف به الأموال الخطة الاستثمارية أخذناها خلال عام 2021 قررتها بقانون الموازنة الاتحادية جزئا جزء الأول الذي نحق التصرف في مناقلة المعاملة 27 مليار الجزء الآخر بجدول الباق بحدود 135 مليار مخصصة فقط تصرف الأبواب التي وضعت لها في الموازنة حسب التشريع مستمرين بالعمل عليها حاليا من ضمنها مثل المدينة الصناعية بالأنبار 70 مليار خصصها بجدول الباق 25 مليار خصصها بمدينة السامرة الأدوية السامرة 15 مليار الصلاة والقدرة 17 مليار الكهربائية 8 مليار للنسيجية 27 مليار أخرى وزعناها بين شركات المالتنا نمشي العمال المالتنا المتعلقة بيها وتشكو وزارة الصناعة من المبالغ الهائلة العائدة لها بذمة باقي الوزارات والتي تقدر بـ 941 مليار دينار مبالغ لو تسدد للوزارة لاستطاعة تأهيل جميع المصانع المعطلة وتشغيل اليد العاملة وإنهاء البطالة المستشرية في البلد من بغداد ناس يوسف قناة الفلوجة وللحديث عن الملف الطاقوي العراقي ينضم إلينا الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور صلاح الموسوي أهلا بك السيدي في حديثنا شقان شق الأول متعلق بالغاز الإيراني إذن العراق حاليا مطالب بدفع مليار وستمائة مليون دولار نهاية هذا الشهر آخر موعد للدفع أقول هل يوجد بند في الاتفاقيات الموقعة مع الطرف الإيراني يحدد توقيتات الدفع أم أنه شرط إيراني مستجد حسب احتياجات وظروف ومزاج الجارة إيران شكرا جزيلا على الاستضافة ورحب بكم وبالمشاهدين ومشاهدات الكرام طبعا سؤالكم جميل وسؤالكم ذكي يعني يطرح يقول هل هناك شروط لهذا العقد أهم شي الشروط لازم تكون موجودة من ضمن الشروط أن إيران إذا تخلفت عن تزويد العراق بالغاز يجب أن يكون هناك عقوبات كذلك الأمر بالنسبة للعراق مؤخرا وزير الكهرباء دعا بأنه قد سووا المسائل المالية مع الجانب الإيراني يعني جانب إيراني يطلبنا حوالي مليار ومثلين مليون دولار قال سوناها وإن شاء الله الكهرباء ستكون كاملة لكن اليوم قلنا تصريح الوزارة الكهرباء نقول والله نحتاج أموال قانون الطوارئ للأمور الغذائية نحتاج فلوس من عدو حتى ندفع فلوس الغاز أنت شون داخلهم اللي عاد يقول أننا دفعناها وسويناها والأخ الكاظم من طهنا التخصيصات شوف الكذب شوف المراوقة شوف الفساد هذا طبعا نوع من ألواع الفساد لأنه حسب ما افتهمنا الأخ مصطفى الكاظم من طههم الفلوس يريدوها الآن من شافوا هذه العزيمة الدسمة اللي هي فضيحة فضيحة مالية كلش خطرة قانون الطوارئ هذا لو تتعمقين ب عبارة عن فلوس رح يخصصوه حتى تنباق هو الطوارئ الغذائية شو الكهرباء دخلت على الخط وزارة الصناعة دخلت على الخط تعمير أرجاع المهجرين دخل على الخط كل دخل على الخط المساوي القانون الجديد لم يخصص ربما حيز للكهرباء بس ذاك اليوم أختي الكريمة ذاك اليوم وزير الكهرباء طلع قال احنا سويناها والفلوس في طريقة انهم اللي مأخرنا احنا هناك تعقيدات بسبب الحضر الأمريكي تعقيدات تتأخر وصول الفلوس المرصودة إلى الإيرانيين يعني الفلوس ما مشكلة المشكلة توصلها لأنه تحويل منبغ إلى معقدة لأن الإيرانيين عليهم حضر أمريكي على أساس ذاكرتنا ضعيفة ذاكرت الأراني بأس يجي يقول لنا لا أعدنا وريد من هذا القانون طيب سيد دكتور المساوي المسلم به أنه في تأكيدات عراقية أن العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني إلى متى سنظل ربما رهين للغاز الإيراني هذا السؤال في غاية الأهمية والخطورة الآن العراق بالعقدة الجديد سيستورد 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا هذا بالفوت المكعب يساوي 1750 مليون فوت مكعب باليوم هذا سيستمر حسب تصريحات بعض المسولين تشاهدوا التصريح الخطير من 5 إلى 10 سنين أنا باعتقاد سيطول أزيد لأن حاجة العراق للغاز بس للكهربا 6500 مليون فوت مكعب باليوم هذا الذي نستورد الآن من إيران هو 1750 لأن الكهربا مالتنا لازم 35000 ميجا واط نحن الآن الكهربا مالتنا 21000 ميجا واط مع 1500 ميجا واط نستورد من إيران مع 1750 مليون فوت مكعب من الغاز نستورد من إيران فالجواب المختصر أنه سنضل إلى يوم القيامة الحل بسيط لأنه موجود أختي الكريمة أنا سأقول ليش تداما تقول آني وآني حتى تعرفون أنا من أحش من المنطلق المعرفة العميقة أنا أحد أكبر خبراء العالم بالغاز صالي 30 سنة طيب سيد دار الموسوي ما هو الأصاح الذي يتوجب علينا ربما القيام به حماية لمصلحة البلد وحماية لقطاع الطاقوي العراقي نعم نعم نحن اليوم عندنا فلوس نقدر ندفع للإيرانيين ولا أقوى عرقله باشا ترى ما عندنا فلوس أنا أقول نقطة استراتيجية بصفتي خبير بالطاقة بالنفط والطاقة سنة 32 سيصبح شعر النفط من النقود والمبالغ المالية التي بحوزتنا الآن ربما لبناء وتخطيط الاستراتيجية للمستقبل لمستقبل أفضل أحسنتي أحسنتي يجب أن نستفاد ونتحرك بسرعة لأن سنة 2032 مو بعيدة ما عندنا ولا فلس بعد فلوس الأكل ما عندنا بينما عندنا غاز الآن نحن من أكبر دول العالم بالغاز رح رح على الفساد أجيب ليش مثال هذا العراق الذي يسر الغاز من إيران تدري ذاك اليوم أحد المسؤولين في كدستان راح إلى لندن قدوا يابا فعلوا تتريدون غاز حتى تحاربون بوتين هاكم ها عندنا من حق الخورمور اللي مسيطرة عليه أقليم أربيرستان راح ندزلكم 500 مليون فوت مكعب باليوم الواحد حتى تحاربون ببوتين أولا أن الغاز ليس مالته هذا الغاز مع الخورمور مع الدولة العراقية أساسا نظام السابق عام 1976 هاي من نتحاريها أحزاب أربيل وصلوا 18 سنة الوارد مالته أختي الكريمة 5 مليار دولار سيد المسوي نتضر من حضراتك لأن الموضوع جد متشاعب ننتقل ربما للملف الثاني بدواعي أننا مرتبطون بتوقيت معين الملف الثاني متعلق بربما الشركات النفطية ربما بسط سلطتها الاقتصادية على سوق النفط الوطني كيف سيؤثر ذلك على عملية إنتاج النفط في العراق أتحدث عن الشركات النفطية الصينية التي تريد بسط سيطرتها على الإنتاج النفطي في العراق كيف سيؤثر ذلك على عملية إنتاج النفط في العراق وهذا حسب تقرير جديد لوكالة رويترز الحقيقة الشركات الصينية بدأت تغزل الحقول النفطية العراقية وصار عندهم الكثير من الحقول التي تحت سيطرتهم وأنا حكيت من سنة 2003 قلت لهم يا ناس يا عالم تطوير الحقول العراقية لا نحتاج لا شركات أمريكية ولا بريطانية ولا غيرها من يحتاجهم ثاني آي وحدة شوف المعلومة وهل لدينا سيدة المساوي بدائل شركات محلية قادرة ربما على حجم تسيير حجم هذا القطاع الكبير هذا السؤال رائع جدا من البداية قلت أنه إذا أريد نزيد الإنتاج ونطور ما نحتاج نجيب شركات نفطية عالمية مثل بي بي وشيل اللي يطور وبأرخص الأسابيب وأكثر كفاءة من بي بي ومن شيل هي الشركات الاستشارية الأوروبية والأمريكية كونسلطنسي كومباني هذه تجيبها هي اللي تطور الشيال وهي اللي تطور البي بي فعلا سأتروحين على البي بي وشيل ومتروحين على الشركات الاستشارية هذا تجي تطور عشر السعر مع البي بي وشيل تطور وتدرب الكادر العراقي وتسلم الحق وتقول امتمان لا هذا ما لكم الله وينك أحسن منها النموذج. مو جايبيننا شركات أجنبية بريطانية وأمريكية والصينية. هسا جابونا صينية. نعم. جابونا صينية يطورون يأخذون كلف كلش هائل. عسا اليوم بالميزانية نذكر الذاقي اليوم. رقم 13 مليار دولار من الميزانية اللازم نطيها للشركات النفطية. نعم. دكتور صلاح المسوي. بينما لو. 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 أعتدر منك لذيقي الوقت الخبير في مجال النفط والتاقة. الدكتور صلاح المسوي. شكرا جزيلا لك. رغم الإهمال الحكومي ما يزال القطاع الصناعي في كاركوكي سجل تقدما نسبيا في الانتاج المحلي. وجود أكثر من مائة مصنع في القطاع الخاص. عزز توقف نحو خمسين مصنعا حكوميا في المدينة. تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير. صنع في العراق. ماركة يبحث عنها الكاركوكيون. الصناعة المحلية هنا تصارع المستوردة وتحارب الاندثار. الإهمال الحكومي وعدم توفر المواد الأولية أبرز الأسباب التي عدت إلى غياب المنتج المحلي. المواطن العراقي لحد الآن يبحث في الأسواق عن صنع في العراق ولا يجدها. طبعا هي للأسف أكثر من مائة وخمسين معمل حكومي متوقف وأكثر من ثلاثمائة معمل للقطاع الخاص أيضا متوقف لأنه لا توجد هناك دعم للقطاع الخاص وحتى الحكومي من المواد الأولية من الأسعار من التنافس في داخل الأسواق. هناك بضاعة سمحت الحكومة لدخول البضاعة الأجنبية من تركيا وإيران وحتى من السعودية وأهملت الصناعة العراقية. اتحاد الصناعات العراقية في كاركوك يؤكد أن أسبابا إدارية وأخرى فنية عطلت نحو خمسين معملا في المدينة. بينما يبلغ عدد المصانع العاملة حتى الآن نحو مائة وثلاثين مصنعا. وهو ما يشجع العاملين في القطاع الخاص على ضرورة إعادة ما توقف منها. معمل السجاد اليدوي واحد من أبرز المعامل الموجودة هنا. لكنه لم يعود كما كان في السابق من حيث الإنتاج وعدد العاملات فيه. وفق قولهم. معمل السجاد كاركوك من المعامل الثراثية المهمة اللي تعمل في محافظ كاركوك. رسالتنا إلى حكومتنا اهتمام بهتشي معامل من ناحية توفير أيدي عاملة سواء كان توظيف عاملات أو كانت عقود أو تعينات ثابتة عدم انتظار هاي الحرفة. قبل العام الفين وثلاثة كان القطاع الصناعي يشكل ثلاثة وعشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أما اليوم فلا نتاجات ولا أيدي عاملة إلا ما ندر. إحياء الصناعة المحلية يعتمد على مدى جدية الحكومة العراقية في إعادتها إلى الواجهة من جديد. لقناة الفلوج عبدالله العامري كاركوك. الأخبار مستمرة وفي موضوع مغاير بحث السفير العراقي لدى طهران نصير عبدالمحسن عبدالله مع رئيس دائرة شؤون الدولية بمنظمة تقول حماية البيئة في إيران حسين موسوي بحث سبول معالجة العواصف الترابية التي اجتاحت البلدين مؤخرا. وجرى خلال اجتماع عقدة بين الطرفين جرى التأكيد على وضع خطط عملية مناسبة وتضافر الجهود الدولية في سياق الحد من اتساع العواصف الترابية وعرب الجانبان عن أملهما أن تفضي هذه المباحثات إلى تعاون فاعل بين طهران وبغداد في مجال الحفاظ على البيئة. كما حثا على تسريع وطيرة تنفيذ التوافقات الثنائية لتسهم في حل المشكلات البيئية بما في ذلك ظاهرة العواصف الترابية. أكد السفير التركي لدى العراق علي رضا جوناي أن تركيا لا يمكنها قطع المياه عن روافد وأنهر العراق مشيرا إلى أن العراق ليس وحده من يعاني شحا في المياه. وقال رضا جوناي خلال المؤتمر الذي عقد في ديوان محافظة ديالة قال إن العراق ليس وحده من يعاني من شح المياه بل تركيا أيضا. وضيفا أنه في العام 2030 لن نجد كمية المياه الموجودة حاليا. مشيرا إلى أن بلاده لا تغير مسارات الأنهار ولا تقطعها بل تطلق المياه حتى في أوقات الجفاف. هذه المشكلة هي الاحتباس الحراري. نجد كما ترى بأن النهاية التي سأر رغبا في عام 2030 ما لا يمكن أن ترميس للمياه المزقي في عام 2050 ، ومن أن ترميس للمياه المزقي في عام 2030 وفي عام 2050 لا يمكن أن ترميس للمياه المزقي في عام 2030 هذا مجدد حقيقي في المقابل أطلقت محافظة نينوى حملة لتشجير مدينة الموصل بهدف الحد من ظاهرة التصحر مؤكدة أن الحملة انطلقت بأياد موظفي نينوى من قضاء مخمور إلى سنجار القائمون على الحملة أكدوا أن الأشجار ستكون لها فوائد عدة فضلا عن إطفاء منظر أقول جميل على المدينة لافتين إلى أن هذه الحملة ستتبع حملات جديدة لتشجير جميع المناطق المتصحرة والترابية في محافظة نينوى كما أكدوا أن الحملة لغاية الآن تشمل موظفي المحافظة فقط في وقت أشرت فيه إلى أن آمالها أن يشارك جميع المواطنين لزراعة مناطقهم والمساحات المتركة القريبة من منازلهم صحيا وبعدما كانت عدد المصابين بمرض السرطان في ديالة في سنوات الأخيرة تقدر بـ 300 مصاب فقط ارتفعت بشكل مفاجئ إلى 2600 مصاب فيما يعاني المصابون من نقص الأدوية اللازمة بالإضافة إلى جهاز الإشعاع وهو أمر جعل الفقراء منهم ينتظرون الموت البضي هنا مركز الأورامي والأمراض السرطانية في ديالة حيث يرقد العشرات داخل الردهات لتلقي العلاج لأن بعض الأدوية والأجهزة الإشعاعية لا تتوفر مما يضطر المرضى لدفع مبالغ باهظة بالمستشفيات الأهلية لتلقي العلاج أما الفقراء منهم فلا حول ولا قولهم ينتظرون الموت وتهالك أجسادهم مع هذا المرض الفتاك جهاز الإشعاع تبهذنا خذنا موعد مستشفى بغداد وبعدين قالوا الجهاز عاطل وروح أخي أم الأهلي ورحنا على الأهلي تكاليفة هواية هواية تكاليفة حسبناها يعني ما لدينا شيء مكانية ما يقرب من 2600 حالة مصابة في ديالة والأعداد بارتفاع مستمر خصوصا في السنتين الأخيرتين حيث تجاوزت النسبة السبعين بالمئة عن سابقاتها فالتلوث يعد أهم الأسباب للإصابة بالسرطان في حين الإصابات تتركز بالمناطق الحدودية التي شهدت عمليات إرهابية الأعداد كل شيء في تزايد هواية يعني هسنا تقريبا عندنا ما يقرب 2600 مريض خلال هاي السنوات اللي فاتت المشكلة اللي نواجهها بالمركز أنه العداد يكثرون العلاجات كل شيء يعني مدد تكفي هذا أو مدد تناسب هذا العدد يعني العداد كله في تزايد ويدخل السبب هو التلوث البيئي العامل الوراثي لا يقتصر مرض السرطان على كبار السن في حاسب فالأطفال لهم نصيبهم منه ويتجاوز عدد المراجعين منهم عشرة أطفال يوميا وأغلبهم يعانون من نقص الأدوية اللازمة بسبب عدم تجهيزها من قبل وزارة الصحة لديالة اسوة بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات نستقبل حالات تقريبا مثلا عشرة بليوم سابعة ثمانية حسب المريضة اللي جاي أكو بيهم متابعة أكو بيهم يجون على مود علاج كيمياوي لأموا كل الأدوية متوفرة دعموا هنا مثلا نحاولهم مدينة الطب مرات مدينة الطب همامة متوفرة بسبب أكيد يعني ماكو في المبالغ متوفرة حتى يقدرون يموفرون العلاج ويبقى القطاع الصحي يعاني من نقص بعض الأدوية ولا سيامة المهمة منها رغم المليارات التي تخصص سنويا من الموازنات الاتحادية من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة على الرغم من الموازنات الكبيرة المخصصة لوزارة الصحة في كل عام فإن مركز معالجة الأورام السرطانية في محافظة الأنبار ما يزال يشكو قلة الأدوية والأجهزة الخاصة بكشف المرض واستدعوات شعبية للوزارة بضرورة زيادة أعداد المراكز وتوفير الأجهزة فيها تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير في هذا المركز الصغير يعالج أكثر من 3500 مريض بالسرطان في عموم محافظة الأنبار إذ تتجاوز المراجعات الشهرية له أكثر من ألف مريضة وعلى الرغم من صغر هذا المركز الذي يضمه 56 سريرا فقط فإنه يقدم خدمات جيدة وأسهم في معالجة عشرات المصابين بالسرطان وإن هذا المركز يعاني من نقص في بعض الأدوية وأجهزة الكشف السرطانية التي لم توفرها وزارة الصحة الحالات بدأت تزايد بسبب أنه الحظر الصحي اللي صار بسبب كورونا الناس ما قدرة تسافر بدأ يزيد أدنى الأعداد وبالإضافة إلى النتائج الإيجابية الفضل من الله اللي قام يحققها المركز وحالات الشفاء اللي قامت تصير أدنى مبدئيا إحنا بما أنه الحالات بدأت تزايد وعداد المرضى بدأت تتجاوز أدنى الألف وكسر مريض بالشهر لذلك نحاول نوسع المركز وهناك كتب رسمية موجهة إلى محافظة ديوان محافظة الأنبار وإلى داعرة صحة الأنبار بهذا الصدد وإن شاء الله يتم التوسيع لخدمة للمواطن في محافظة الأنبار وما بين شقاء المرض وغلاء أسعار الأدوية يعاني مرضى السرطان من نقص في توفير الأجهزة الخاصة بكشف الأمراض السرطانية في الأنبار الأمر الذي يجبر المريض لتحمل عناء السفر إلى المحافظات الأخرى لإجراء الفحوصات لازم نسأل وزارة الصحة أنه هاي الأجهزة ليش متوفرها بمستشفياتها الحكومية يعني لازم تتوفر جهاز أهم شي هو جهاز البتسكان هسا أي مريض الله يكفيكم أمراض الأورام السرطان كل فترة حتى بعد العلاج يعني ويا العلاج كل فترة يدزوه على فحص يسموه فحص البتسكان هو فحص كامل أشعاء كاملة ليش أنه المريض فوق ما هو يعني هذا أمر الله أنه بيتحمل تكاليف يتحمل تكاليف أنه يروح كل فحص البتسكان خمسمية وعشرين دولار سبعمية وخمسين ألف دينار ومن هنا تصاعدت المطالبات بتوفير أجهزة الكشف السرطانية وتوفير مراكز أخرى للأناية بالمرضى في المناطق الغربية من المحافظة فضلا عن توفير الأدوية بشكل كامل وذلك للتخفيف من معاناة مرضى السرطان في الأنبار من الرماد إدريس يحيى قناة الفلوجة بالملف الصحي مشاهدين نصل إلى طيئ أوراق حصدريم ونذكر بأبرز مجاة فيه رغم معطلات قانونية وسياسية البرلمان يسير لتشريع الأمن الغذائي ويحرك راكد المنافذ لإسعاف الاقتصاد كانت تهدد بنزوح شركات نفط دولية أحبط صفقات لتوسيع النفوذ النفطي الصيني في الحقول العراقية الخدمات النيابية تبدأ مهامها بتحذير الدوائر الخدمية أي مسؤول يقصر في أداء واجبه سيكون حسابه عسيرا إنعاش المصانع متوقف على مائة وخمسة وثلاثين مليار دينار الوزارة تؤكد ممنوعون من التصرف بها بزيادة تجاوزت السبعين بالمئة السرطان يستعر في ديالة وعشرة أطفال يراجعون عياداته يوميا ألف الوجدات تيفي للمزيد من الأخبار كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب كمان الله إلى اللقاء